رغم استقرار سعر صرف الدولار إلا أنه من بداية العام 2024 حتى اليوم تسجل أسعار البنزين ارتفاعا متتاليا وصلت نسبته إلى 19% لل95 أكتان وال18.2% لل98 أكتان فاليوم وصل سعر صفيحة إلى 20 دولار أمريكي علما أن بعض المواطنين لا علم لديهم بهذا الارتفاع أكيدا لما يطلع سعر الأويل بده يجيد سعر البنزين ونحن بلد مستورد للنفط هلأ أنا نازل عشمالي معبه بـ 30 مليون ليرا بنزين يوصلوني على بيته إذا بدي أرجع أنزل على شغلة كمان بدي بـ 30 مليون إذا أنا خلال جمعة بدي بس بـ 6-7 مليون بنزين أنا كيف بدي كفي شهره بي مثلا هلأ عبيت مليون بس يخلصوا بجابعة بمليون تاني بس يعني ما هكي مش إنه فول السيارة يسكروا أن قيمة الضرائب والرسوم تصل إلى 195 ألف ليرة أي ما يشكلوا نحو 11% من سعر الصفيحة وتبلغ أجرة النقل وعمولة صاحب المحطة 135 ألف ليرة سبب وارتفاع صفيحة البنزين لا صلى له بالتطورات المحلية إنما خارجي الأسعار هي نتيجة أول شيء العرض والطلب والعوامل يلي أكيد ضغطة اليوم يلي هي العوامل الوضع السياسي الوضع الجيو بوليتيك يلي عم نشوفه نحن اليوم خاصة بين إيران وإسرائيل كله هذا بيضغط على الوضع وبيخلي أنه الأسعار العالمية بتتأثر وبما أن الأوضاع الإقليمية متقلبة هل نشهد مزيدا من الارتفاع؟ أنا ما بعتقد أنه برمين بيصل إلى 100 دولار مع أنه في كتير ناس بيقولوا بطبيعة الحال إذا صار فيه زيادة توتر أكيد الأسعار ممكن أنه تطلع بس بنفس الوقت الغرب ما عنده مصلحة أنه تزيد الأسعار لأنه هذا بيأثر على الاقتصاد وبصير فيه انكيماش إذن أسعار النفط في لبنان ترتبط بالأسعار العالمية وتتأثر بشكل مباشر بتطورات الإقليمية السياسية والأمنية الضاغطة ترجمة نانسي قنقر